ايه هو العمى الداخلي ايه العمى عن الحقيقة اللي اضحت البشرية بامثل حاجة لمعرفته يا يسوع ابن الله الحي ارحمني فالرحم البشرية جيدة ولكن الرحم البشرية هي عطف وحنان الى حين اما الرحم الالهية فهي بتدخل المرء بالرحم الروحي لحتى تكون هي عم تولده ثانية معافا متمتعا بمواهب الروح الكدس السبعة صوت قلب الاعمى بيصرخ بحين انه صوت العالم بريد اسكيته لكن اسراره وايمانه خلوا صوته اعلى من صراخ العالم فمن هو بالعالم ومش من العالم بيكون صوته صوت الحق الصوت المدوي لما بيوقف بيوجه ضجيج الالوف المؤلفة بالطريق لأورشاليم بيدرك كل واحد منا عمى تجاه سر يسوع وكل من بيتبع خطى المعلم دون استعداد بيبقى اعمى وكل من بيجلس وما بيطلب ما يكمل وجوده بيبقى على طريق الالام دون انه يتمكن من مواكبة يسوع للقيامة فالمهم هون هو انه ما نخلي الظلام عادة ما منسعى بعدها للنور يسوع بيمر باستمرار بحياتنا ولكنه بيبقى غير مرئي لمن لا يرون فيه معنى لوجوده وحياته هو ما يزال عم يدعي كل واحد منا للخروج من الظلمة والعالم الفاسد لا يمشي معه وصوبه وحده هو النور والحب والحياة لإله المجد من هلقوا للأبد أمين لقد عميت بصيرتي أيها المسيح فأتقدم إليك كالأعمى منذ مولديه صاريخا إليك بتوبة أنت النور الفائق الباحاق للذين في ظلاء أنت النور الفائق الباحاق للذين في ظلاء نكون نعم رحب الأخت تراز الشايب من رهبات الأربان الأقدس المرسلات سور تراز الله معي الله معك أبونا وأهلا وسهلا فيك دايما شكرا أنت اليوم مميزة وبتفرجينا كيف مرات نحنا بنكون مساكرين عيوننا عن كل شيء اليوم بخلينا نكون عم نفتحهم على جمال الحقيقة ومكانة الحقيقة وما في حقيقة غير الله الله هو الحقيقة ولا حقيقة غيره اليوم شو بتستمد الإيكونة من شو هالأيكونة بتستمد روحانيتها؟ أكيد كل إيكونة إلى روحانية وهالأيكونة بتستمد روحانيتها من أكيد من رواية من الإنجيل أكيد رواية إنجيلية وهذا الشيء بيطبق من خلال كمان كتبتها كتابة الإيكونة لنص الإنجيل وخاصة لما نحنا بنكون عم نكتب هلأ أي من إيات يسوع لما كانت بخلال عمله التبشيرة وهم بيأكد لنا على أنه حلول ملكوت الله بين البشر فكل إيكونة بتستمد روحانيتها من خلال الإنجيل وأكيد بس نقول الإنجيل أي كلمة الله الكلمة اللي صار جسد وستكان بيناتها اللي هو قرب يسوع سور تراز كتير مميزة الخلفية لهذه الإيكونة واضحة تقدر تعطيها طريقة نقدر نقول أنه الإيكونة النورانية مظبوط لماذا هذا الشيء هالأد خليها تكون مميزة؟ مدواية مدواية لأنه بنا نرجع للأعمى هذا الإنسان اللي كان أعمى مسكين عيونه ضو عيونه أكيد لما شاهد الرب يسوع نرجع فيها للتعبير مثل كيف منقول تعبير مجازة هالتعبير يعني إحنا أو مثل ما بيقوله كمان رمزية لهالنور لما فتح عيونه الأعمى وشايف هالنور الحلو شايف هالجمال أكيد كله بينعكس على الرب يسوع يعني اليوم هيدا شيء مثل وكأنه عم بيكمل الحدث الإنجيلية لأنه نحن عم نتوقف عنده اليوم بتوسط الإيكونة شخصيتين كيف كنا نتوقف عندهم؟ وهن الأساس بالأيكونة يسوع والأعمى من أكيد منرجع للإنجيل ويكون عم نقرأ الإنجيل عم نشرحه عم نتأمل فيه حتى نكون نفهم الأيكونة شو على شو بدأ توصلنا؟ شو الحدث؟ شو الآية يلي بنا نتعلم من خلاله؟ فأهمى شخصيات هنه بالأيكونة هنه هتقول الشخصيتين لبنى رح نبلش بشخصية الأعمى منشوف شكله وضعية جسمه شخص حامل عصى بدل على الحالة يلي هو عم بعيشها قبل ما نكون عم ننتقل عند الرب يسوع خيا نوصف هالشخصية من الأسفل للأعلى ونشوف حضورة بقلب هيدا الإيكونة بهيدا الإيكونة بفرجنا هي هون تلقى بيسوع ووقف وصار في حوار بينه بين يسوع مش فيه بس إذا ما نرجع شوي للنص الإنجلي هو أعمى اسمه ابن تيمى بعرفه عنه من خلال يعني اسمه عطيه كمان حتى كنية لقلو تيمى ابن تيمى عم بقوله من مين هو كان أعمى عم يعطيه صفة هو شحات على حفة الطريق يعني عطيها ثلاثة صفات أنه عم بقول أنه يعني مثل وكأنه برز لهويته يعني أنت ابن يعني مثل وحد إنسان يتعرق دامت مية بالمية يعني مثل أنا اليوم أنا عرفتك على حقيقتك أنت ابن مين أنت شو شغلتك وشو كمان يعني أنت اسمك تيمى ابن تيمى أنت أعمى أنت شحاد أنت حال حفة الطريق يعني حكي كل حالته يعني حكي كل حالته كل حالته وكل الوضعية اللي هو عم بعيشها مزبوط هو خارج يعني تلاقى فيها سواء خارج المدينة ما أنه الأعمى التانية هذا شيء واضح إذا مناخد الآيكونة كلها عن بعد نتطلع فيها من فوق لتحت منشوف أنه مثل وكأنه هني بهالخضار يلي موجود بالآيكونة هني بشجنينة كأنه أو خارج المدينة يعني هي بتكون حاضرة بكل الناس اللي هني موجودين فيها مزبوط هيدا يعني هون بيأكدوا لنا الحالة اللي هو فيها بعيط له ما بيقل له يا يسوع الناصر ما بيقل له يا يسوع ما بيقل له يا ابن داود رحمني عطاه لصفة كتير مميزة اللي مش من المكان بيعرفوا بهذه الصفة يعني عطاه السلالة الملوكية السلولة الملوكية وعم بيأكد انه من خلال كيف أنا طيب أنا معروف أنا مين وانت عم معرف انت مين يعني انت اديال قدرة اللي عندك إياها انت مين وابن مين رح تكون انت اللي عم تشفيني يعني هالثقة يلي عنده إياها الأعمى وانه إنسان مهمش يعني حتى ثقته بحاله منا موجودة هون من خلال لما داعي وصرخ له لا يسوع يا ابن داود رحمني هون برز دا هو إنسان متعتش وناطر هيدا اللحظة لحظة الشفاء اليوم لباسه بيبين انه هو شحاد بيبين انه هو فقير انه هو ناطر الحسنة لحتى يكونوا هن عم بيساعدوا فيها غير انه اللباس هو بيبرز هويته مين هو هل هو له معنى كمان بنرجع لنص الانجيل وقالنا نص الانجيل انه خلع عنه رداء كب عنه رداء وراح توجه صوب يسوع حتى ينال الشفاء اكيد هون بالايكونة مش منها مفرجين هيدا الرداء فيه ايقونات موجودة المزبوط هون بكمان دالتا لما كب عنه رداء كمان عم بيكب عنه الانسان العتي يلي الانسان اللي كان الحالة اللي عايش فيها حتى يكون عم بيعيش الحالة الجديدة مع يسوع هون بفرجونا انه صار بحالة تانية لما قرب على يسوع لما طلب الشفاء اما العصاية اللي بييده هي دلالة على هو عامة بحاجة يتكل على حدا ما في حدا حده انسان مهم بحاجة حدا يكون عم يستند على شي شي يساعده يعني كانت هي كل شي بالنسبة هي اللي بتاخد هي اللي بتجيبه حاطت سيئته فيها مش ين ما يكون يعني هي بتحددله طريقه او تنقلاته او كمان حتى ما صير حياته هون بفرجونا انه حتى هاي اللي كوان رح اوصال انه كبه هالعصاية لانه انت رح تصير السبور اللي انا معتمع دلاليا انت يا ابن داود انت رح انا كبه العصاية وتكون انت عصايت سور تراز اللي باس اللي موجود باقدامه ما فينا نجي نقول انه هالحزاء غريبين انه اذا منجي منتطلع فيهم وبشكل وكيف مربوطين قبل ما يوصل لنصف القدم غريبين غريب الشكل اللي قال لن ليش بهال ايكوني وما منشوف ايكوني مصورة بهالطريقة في بعض ايكوني مصورين لا احنا نرجع ونذكر ونقول انه كل كاتب ايكوني بالعصر اللي كان عيش فيها كان بوقت هيدا الكاتب الايكوني كان هاك يلبسه فكان يلبس الشخصيات اللي عام يرسمها بزات كيف كان يلبس هو او الناس اللي كانت موجودة فبوقت هني اكيد يمكن مش هدا لباس عند اليهود بس الكاتب الايكوني رسمه وكتبه بالعصر اللي كان هو فيه حضور الرب يسوع حضور حنان حضور بفرج جلق له مع انه اذا بنجي بنطلع حتى بالايكوني بوجه الاعمى بنشوف فيه سلام ليش او انسان بعده يمكن نظرته بعدها البريقة اللي بعد ما فتحه عيونه ما شاف شي تاني ونظرت ثقة صحيح ومغمضين عيونه بس من جوا بتظهر على الوجه هي ثقة والجدية لانه لما منصرخته يا ابن داود رحمني هو انسان جد يعني كان عارف شو بده ما كان عم بعيد طلب حيالله اسم عم يعطيه اسمه اسمه المزبوط يعني وجه هالانسان المرتاح مع حاله مع انه انسان مهمش متروك منبوز يعني كل الصفات البشعة فيه بالرغم من هيك مجرد ما قرب من الرب يسوع وطلب انه يشفي بده يقده يقشع بده شوف هذا الانسان خلص اكيد شكله هيقته واضح على وجه والاكتر شي بارز هو الجدية والوسقة بس حتى صور تراز غير انه هو حامل هالعصة اللي هي بتدله او بترسمله طريقه او بتخلي يقدر يكون عم بيثبت خطواته وتنقلاته كلها سوا الى جانب هالايدي اللي هي حامل العصة واللي هو عم بيستند دليا في ايه التانية مرفوعة شو رمزية هي الطلب الحاجة او الطلب هي الطلب والحاجة انه انا عم برفع ايدي انه انا بدي ايك تساعدني انه احنا اكيد كلما لما احنا بصلاة نرفع ايدينا هو طلب من الرب هي شفاعة حتى نكون عم نصلي عم نطلب عم نشكر فهيدي الحركة اليد عنده هي بذات الوقت هي طلب هي شفاعة هي شكر اكيد وهذا شي واضح من خلال الحضور لقاله قدام الرب يسوع بكل هالوضعية بكل هالحالة يلي هو عم بعيشها ذكرنا انه وجود الرب يسوع الى جانب الاعمى هو وجود مليان من هيدا الحنان مليان من هيدا الحب مليان من هيدا الرقفية اللي فيها هو عم بينحني لعالم الانسان قديش هيدا الحضور اليوم بهالتأمل بهالايكونة وبهالمشهد الانجيلي هو بيقدر يكون عبروح القد بالطلب يلي الاعمى هو بحاجة لأله ولا مرة كان يسوع هو الانسان يلي عمت نرجع منقول بيبادر وبقرب على حاجات الانسان وعارف وعارف انه الخطوة اللي بدو يعملها هي رح تقربنا منه ملغي لنا انسانيتنا بالعكس احترم ضعفنا وانسانيتنا وقام هو بالخطوة تجاهنا نحنا وعارف حاجات الاعمى مشان هيك مقرب وانحنى وجبل بالطين وحط على عيونه وقال له رجع اكيد يروح غسل وجهك شر مثل هيدا الشي اللي هو جبل هاي الجبل اذا منرجع فيها شوية للعهد القديم جبلنا ربنا من الطين منرجع شوية للحالة طبعا القديمة بس هالمرة جبل شوية بتختلف عن الجبل هالمرة جبل من خلال المحبته حنانه هاي الجبل اللي خلقت سلة الوصل اللي ممكن باينه وباينه يعني من ضغري من ايد وجبل وعم يخلقنا هالولادة الجديدة مع يعني لا يفرج لأنه اكيد يعني هاي انسانياتنا هاي ضعفنا نحنا رغم كل شي انا عم بخلق اكمل جديد هاي الجبل الجديد يعني بحضوره فينا نحنا عم نرجع نلبس المسيح عم نلبس الانسان الجديد رح نكمل اكيد بكل هالتأمولات الموجودة فيها مع الايقونات البقيين رح نروح باستيراحة ونكمل بألوانها بتحكي بألوانها بتحكي عم نتأمل بايكونة شفاء الاعمى سور تراز كنا توقفنا عند شخص الرب يسوع وحضوره المليان من الحنان والرحمة تجاه حالة الاعمى يلي هو وقف قدامه عم يطلب منه وكنا ذكرنا انه الرب يسوع كيف جبل وتفل ومسح عينين الاعمى قبل ما نروح للمطرح يلي فيه الاعمى عم بيغسل ولكن رح نظلنا عم متوقف حول شخص الرب يسوع يلي اللي باسه كمان مميز بالعادة نشوفه بالأزرق والأحمر القاني او السمائي هون بتحس غير لون ليش لون الأخضر نحن ما بنفصلهم عن بعضهم لانه لون الأخضر ولون الأزرق منزيد الفاز يلي هني بيدلوا دليلة على الحياة وعلى طبيعة طبيعة يسوع الإنسانية هلا أكيد منعرفه بالأزرق أكتر بس فينا نكون عم نحطله لون الأخضر كمان عم نعطيه مش بس الطبيعة الإنسانية عم نعطيه كمان رمزية للحياة انه نحن خلاله نستمد الحياة نعم واليوم كيفية حضور الرب يسوع إلى جانبه مع حركة اليدين واللفائف الموجودة أكيد عندنا الإيد يلي عم بحطها كلتنا عم بحطها على يسوع أكيد يبدل على الخلق الجديد أنا بخلقك من جديد انت هيدا الحالة اللي أنت كنت فيها هلا أنت بحالة تانية هيدا شي واضح من خلال وضعت إيده يسوع على عينين الأعمى والإيد الثاني كمان بفرجونا أنه هو كان بمسيرته بعمل التبشيرة خلال هالفترة هذا شي واضح سور ترزبلي سوري ما تغزيني ما أصدق نقطوش الحديث بالعكس بس هذا شي اللي عم بتقوليه واضح من خلال حركة القدمين عند يسوع بالأسفل يلي أنه يسوع ما كان هيك إمارك لحتى يكون هو عم يمرق وإنما هو كرايح برسالة تبشرية لحتى يكون هو عم بقوم فيها وأكيد التقى بالأعمى فحركة القدمين عند الرب يسوع متل ما عم نشوفها هلأ على شاشة هي بتدل على البشرة اللي هو رايح كرمينا لأنه حركة الإجابة بفرجونا أنه هذا المشي اللي عم ينقل من مطرح لمطرح ما عم ينقل هيك عبسا من مطرح لمطرح أكيد هو كان عم بقوم بالرسالة المطرح يلي فيه إلى جانب الأيكون المكان يلي بغسل فيه الأعمى وجه كيف نقرأ هالمكان اللي فيه الغسل المي وأكيد نفورة أو فينا نقول أنه فايرة جرن اللي فيها فيها لا نحنا لا نروح منقول أنه جرن محال ما فيها المي بعد ما غسله حطله طين على وجه قال له روح غسل عيونك وغسل وجك إذا منركز هيك منتأمل بجرن المعمودية بالجرن رجعنا لجرن المعمودية وشكله يلي هو شكله شكل الزهرة كمان بيدل على شكل الثالوس كمان إذا منرجع منركز عليها مضبوط وبرجعنا للحال الخلق الجديد يعني الموت والقيامة مع رب يسوع يعني أنا بخلال أنا ما عم بغسل بجي أنا عم برجع أنا محاك كيف هيك بحط بالجرن بغسلونا منرجع منتعمد عن جديد هيدا هي زيت الحالة يلي الأعمى عم بعيشها بس حتى منشوف بالجرن هم باية من فوق بس منشوف بالأسفر بشكل بركة أكيد لأنه هو ما رح ينزل كله بالماء لأن البركة كتير صغيرة بس رمزيتها هي جرن جرن المعمودية إذا بنرجع بطاقلنا أنه أنت كنتوا بحالة خلية القطية وانتقلتوا لحالة جديدة وانتقلتوا لحالة جديدة هكي رمزيتها ويعني حتى كان كمان نرجع منقول أنه التفسير لقلق أنه كمان كانت البركة أو الجرن أو الشفير يعني طالع منه أنه فايرت الماء ممكن كانوا بهذا الوقت كانوا بهذا الشكل كمان رسمها بهذا الشكل كمان الجبل له دور بهذه الإيكونة ومنشوف أنه التلميذ مش بكملهم واطحين قدام قرب يسوع ليش؟ منرجع منذكر أنه هني كانوا بالبشارة والبشارة بدأ تكون بمطرح قفر مطرح نائي يعني ما فيه ضجيج ما فيه عجقة مطرح فيه هدوء وكانت البشارة تكون كلها تقريبا على الجبل يلي برجعنا كمان للجبل التطويبات لأنه كانت البشارة تعلن من من الجبل يعني من هني بيكونوا على الجبل وشان هيك بتلميذ معه وهذا شيء اللي دايما بميز حضور الجبل بالإيكونية اللي هو بيرمز لدايما لقاء الله مع الإنسان البناء اللي موجود بالإيكونية البناء نرجع كمان نذكر ونقول أنه كان خارج المدينة كان على حفة الطريق يعني هو خارج المدينة هذا هو الصور يلي بيبين ودل أنه كان خارج المدينة هو إنسان منبوز شحط على حفة الطريق والشجرة الرمزية أكيد كل مرة من كنا عم نتأمل ونشوف شجرة بتدل أنه في حياة جديدة عم تولد بكل حدث أو بكل آية نحن عم نعيشها رح ننتقل للإيكون الثانيين يلي موجودين واللي فيها كمان بيصورنا حالة الرجل الأعمى وكمان حده صورة الماء كيف عم بغسل وجه اليوم لما نتوقف عند هيدا الأيكونية كيف نكون عم نقرها بطريقة عامة ونكون عم نشوف الحدث الإنجيلة من خلالها حم نشوفها هلأ بهيدا الوقت على الشاشة لأنه عم نشوف حالة الأعمى في على الأرض جرة كل هيدا التفاصيل كيف نكون عم نقرهاهم بهيدا الإيكونية كراءة هيك سريعة وبتشمل كل العناصر الموجودة بالإيكونية منحسب أنه ما معنا نص الإنجيل يعني ما رح نرجع له بس واضحة يسوع شخصية يسوع البارزة بالنوز إيده على شخص ثاني هو أعمى أكيد من ساعة هذا شيء بأكد أنه هي إيكونية شفاء الأعمى في مار بترس حده أكيد لما كان عم بساعده تيجبه للطراب مع الماء وهالجارة هي بتدل على أنه يسوع كان بحاجة لماء حتى يجبه للطراب ويضهن ويضهن هذه المدينة وصور المدينة هو خارج المدينة كمان والرداء الأحمر يلي أكيد محل ما موجود خباء المحضر أكيد محل ما فيه الكلمة الرب الرب موجود وبتوصل بين العهد القديم وبين العهد الجديد يعني عم بيكملوا بعضهم ما فيه عهد بيلغي عهد العهد الجديد هو عم بيكمل العهد القديم واضح بقلب هذه الإيكونة كيف الأهم لمن هو عم بيغسل وجه كيف العصايا حططها أو تركها هذا رمز للشفاء أنه كان بحالة ظلمة وكبّل وما بقاطه بحاجة إلا هو أصبح بعالم النور اللباس بقلب هذه الإيكونة كمان هو واضح ومميز لأنه تختلف الألوان صغيرة تقريبا هل هذا شيء كمير رمزي هنا بقلب هذه الإيكونة أكيد لأنه بالإيكونة في عنا لونان نحنا رحيكب عنه الرداء يلي هو لونه هذا البنة الفاتح رحيكب رحيشلحوا عنه رحيبقى بالرداء التاني اللي تحته اللي هو ناصع البياض بيدل على الحال اللي هو فيها حتى أقدامه يعني نفس الإيكونية اللي شفناها قبل بنفس الطريقة هي كمان بدورة مكتوبة مظبوط نحنا كمان نتذكر ونقول أنه كمان نشوف بالبقطة وين كان عايش الكتب الإيكوني بس يلبس حدا بإجراه هيك يعني عم بقول أنه هذا الإنسان بطل إنسان مكبل عبد للخطية صار إنسان حر ترك العبودية يعني صار بحالة تانية بس أداش هون الماء بقلب هيد الإيكوني إلى رمزية كمان خاصة يعني نقدر ناخدها كتطهير أكيد إنسان ميت يعني إنسان مهمش على الطريق يعني ما تروك شحاد عيش حالة موت مجرد ما غسل إيدي بالماء رجعت له الحياة والحياة هي رمز الماء هي رمز الحياة لحياة جديدة أنا عم بولد فيها عم بخلق أمن جديد عم بترجعني لمعموديتي عم بترجعني للإنسان يلي لما أنا أول ما خلقت ولما أنا هلأ نتعمدت أنا إنسان أنا تركت الحالة الحالة الخطير القبل أنا صرت بحالة إنسان جديد فهون عم يولد إنسان جديد هذا الأعمى بطل هذا الأعمى يلي أعمى البصيرة أعمى بس مش أعمى بس البصيرة أعمى حتى يمكن قلبه كان من جوا ما كان بيميز وبيقشع الأصص يعني هلأ إني تفتح كل شي بصري يقشع كل شي مش بس بنظره الخارجي حتى قلبه صار يقشع بطريقة مختلفة قلب مقدر ربطها هون بالمعمودية للماء أكيد لأن ولا مرة كان فيه ماء غير ما منجع فيها للمعمودية بالإيكونة الثالثة يلي رح كمان توقف عندها بتتميز كمان بألوانها بالحضور يلي فيها كمان قداش هون الألوان بقلب هيدا الإيكونة عاطي كتير من الجو النوراني لقلب كلهم بدلونا على ذات المكان هو الخارج بدلونا أنه كان هو بعمل كمان البشارة من خلال كمان الفائر في يلي بييده انحنائه تيقوم بالشفاء معه تلميزه يلي هني كمان عم بيشهده عم يعلم أنه رب يسوع وكل تركيزهم هون على يسوع والأعمى من لمسة إيده لعينه تيدلوا على آية شفاء الأعمى بس بقلب هيدا الإيكونة سور تراز ليش منشوف الفجوة أو هالشي الغامق وراء الأعمى ظاهر بهيدا الإيكونة هلأ ممكن يكون الباب سور تدخل عليه أكيد رح يكون هو مطرح مسكر أو أسود مظلم وممكن كتير كمان بيدل على أنه كمان بفرجونا كمان رمزية لأنه هيدا الحالة السواد أو الغموض اللي كان عايش فيها الأعمى بتدل على هاللون الغامق اللي ورا وبدو ينتقل كمان من الحالة الظلام لحالة النور لأنه أكيد هو النور أنه صار فيه لون تاني يعني عم بيشوف حياة تانية حياة كلها ناصعة حياة كلها نورانية حياة فرحة غير اللي كان عايشها هيك قبل ما نكون عم نختم إذا منتوقف عند هيدا الحدس الإنجيلي وتأملنا بهال الإيكون الرائعة لجسدت هيدا الحدس اليوم نطرح سؤال لشو بتدعينا مش المهم هو يمكن اللي عمى عمى البصيرة يلي نحنا منتوقف على أنه حرام هذا الإنسان عمى ياما نحنا أشخاص منقشع بس هيد البصيرة يمكن نحنا منقشع كل شي بس معه منقشع الجوهر يلي هو يسوع المسيح يلي يمكن هو كان مسكر عيونه مش قشع شي أبدا بس لما فتح عيونه شايف يسوع نحنا أشخاص بنقشع وكل شي إدا نحنا عم نشكر ربنا عهالنعمة بنقشع وإدا كمان هيك عم نفكر كمان أنه أهم من هالبصيرة الخارجين عم نشوفها إدا قلبنا بد يكون منفتح على يسوع وعالآخر لأنه أنا كمان يعني يسوع بيدعيني حتى أنه ما أقطع من حد خيل إنسان يلي هو مهمش على الطريق أو أنا همش حطه على الطريق أو أعطيه شي صفة بشعة أوصفه فيها كثير مهم أنه أنا انتبه وقوعه وفتح عيوني لهذا الشيء وهذا هو المهم نحنا نعرف دايما كيف نخلي عيوننا موجهة ثوبه مثل ما هو دايما عينه صهران علينا ظل دايما عينينا عم تتأمل بكلمته وبإياته وبأعماله يلي هي دايما كرمال الإنسان ولخير الإنسان شكرا من الألف لألك ومعك ومع كل المشاهدين ننصلي ومنقول ربنا أنر عيوننا كما أنرت عيني الأعمى فنرى وجه قيامتك ونبصر جمال رأفتك ونهتدي بأنوار محبتك ونعرف ونسير طريقك طريق الجلجلة ونصل معك إلى القيامة رغم كل ما يدور حولنا من أصوات تحاول إسكاتنا وإسكات صوتك فينا ارحمنا كما رحمت ابن طيمة وغيره من الذين شفيتهم وحننت عليهم حيث نمجدك وأباك وروحك القدوس إلى الأبد أمين والله معكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر